بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية معاكم عمر ابو الوفا والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن سمكة الميرة او التقيلة والتقيلة دي هي الحجم الكبير من سمكة الميرة لازم ناخد بالنا ان سمكة الميرة او التقيلة لها كزا شكل يعني مثلا وهي اصغيرة ممكن تبقى مخططة زي الشكل ده كده مثلا وممكن يبقى دلها اصفر زي الشكل ده كده مثلا وممكن يبقى لونها زي اللي احنا جايبينها دي وطبعا كل ما تكبر لونها يبقى اغمى وكل ما تبقى اصغر لونها يبقى افتح سمكة الميرة او التقيلة اقصى طول مسجل لها سبعين سنتي وطول متوسط لها اربعين سنتي واقصى وزن مسجل لها خمسة واحد من عشر كيلو جرام واقصى عمر مسجل لها حداشر سنة بتحب تتحرك في اسراب بعيدة عن الشاطئ او قريبة من الشاطئ بس العشق بالنسبة لها لو في اي حاجة مبنية في البحر زي منصات البترول وطبعا كل ما بتكون اكبر بتختار اعماق اكبر واكبر بتوصل للبلوغ لما يكون طولها من اتنين وعشرين سنتي ونص لتمانية وعشرين سنتي وغالبا الولدة بتاعتها بتبقى قاعدة في اعشاب بحرية عيمة شبه كده والتفريغ بيحصل بعيدة عن الشاطئ من شهر واحد لشهر تمانية من الاسماك المهمة جدا لان بيتم صيد من ستة لسبع تلاف طن سنويا وهي نفسها ممكن تستخدم كطعم بتتشك من الظهر وتترمأ حية لصيد سمك اكبر وطبعا لازم الشك يكون بعيدة عن البطن عشان تفضل عيشه وبتتاكل مقلية وتمشي زيت ولمون في نوع كمان من انواع الميرة وهي الميرة وموديل اصفر رغم ان التقيلة دي ممكن يبقى دلها اصفر وهي صغيرة زي ما قولنا قبل كده لكن الميرة دي مختلف عنها التقيلة اسمها لكن دي اسمها وهي من اسماك البحر الاحمر في ناس بتقول عليها في اسكندرية ميرا خفاف اللي هي عكس تقيلة يعني لكن الاسم ده مش منتشر قوي زي ما قولنا قبل كده من اسماك البحر الاحمر وهجرت عن طريق قناة السويس وهي بتحب الشعب المرجانية وبتوصل لسن بلوغ عند طول ستاشر سنتي وتلاتة من عشرة واقصى طول مسجل لها اربعين سنتي وطول متوسط خمسة وعشرين سنتي واقصى وزن مسجل لها تومني كيلو تقريبا عشان كده هيقلف الامية من التقيلة لانها مش بتكبر قوي عن كده وبتحب تتحرك في اسراب كبيرة جدا قريب من الشعب المرجانية وبرضو في الاكل بتمشي زيت ولمون او مقلية وصلى على النبي صلي ترجمة نانسي قنقر